وهذه قاعدة ثمينة عظيمة في باب الصبر على المصائب ينبغي للمسلم أن ينتبه لها ألا وهي أن الصبر أي المعتبر المثاب عليه عند الصدمة الأولى عندما يبتلى الإنسان بالمصاب أول ما يبتلى به أما الصبر الذي يأتي فيما بعد الصدمة بيوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين فهذا في الحقيقة ليس من الصبر وإنما هو من السلو الذي يحصل لكل إنسان قال الأشعث ابن قيس رحمه الله إنك إن صبرت إيمانا واحتسابا وإلا سلوت سلو البهائن فإن البهيمة عندما تفقد مثلا وليدها فإنها وقت فقدها له تتأثر لذلك ثم بعد ذلك تنشغل بالأكل والحركة وتنسى ذلك فمن لم يصبر عند الصدمة الأولى سلا سلو البهائن فالذي يليق بالمسلم وبمقامه ومكانته أن يجاهد نفسه من أول وهلة يصاب فيها بمصاب على التحل بالصبر فالصبر عند الصدمة الأولى وقوله هنا إنما الصبر الأسلوب هنا من أساليب الحصر إنما الصبر أي على المصاب يكون عند الصدمة الأولى أما بعد ذلك فهذا ليس هو الصبر الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم قال أبو عبيد معناه أن كل ذي رزية فإن قصاراه الصبر ولكنه إنما يحمد على صبره عند حدة المصيبة وحرارتها فأمر النبي عليه الصلاة والسلام المصاب بأنفع الأمور له والصبر والاحتساب فإن ذلك يخفف مصيبته ويعظم أجره وأما الجزع والتسخط والتشكي فإنه يزيد في المصيبة ويذهب الأجر ترجمة نانسي قنقر